متابعيني جميعاً على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة شركة كوديوم أطلقت رسمياً الإصدار الأحدث من محرر الأكواد المدعوم بالذكاء الاصطناعي وينسيرف ويف 3 وده بيتضمن مجموعة من المميزات الجديدة عشان يحسن تجربة المطورين أنا حقيقةً البرمجة مش مجالي ولا تخصصي ولكن أنا حسنت أن هذه الأداء قد تفيد قطاع من اللي يتفرجوا علينا خصاً المهتمين بالكودنج أو لسه بيتعلموا وحبين هما يعرفوا عن أحدث الأدوات في مجال الذكاء الاصطناعي الخاصة بالبرمجة الأداية بتاعت النهاردة والمدعومة بذكاء الاصطناعي بقى فيها مميزات جديدة حاجة اسمها دعم بروتوكول MCB أو الموضل كونتكست بروتوكول وده بيتيح لنظام الذكاء الاصطناعي كاسكيد اللي هو شغال به الوينسيرف ويف 3 هما شغالين مع بعض كده كبرتنر إنهم يتكملوا مع المصادر الخارجية أو مصادر البيانات الخارجية نوع من أنواع كامل عشان يقدر إنه هو يوصل المطور للبيانات الخارجية فيه أيضاً وظيفة اسمها Tab to Jump وهذه الميزة الموجودة في وينسيرف ويف 3 بتسمح للمستخدم إنه هو يتنقل إلى المواقع المقترحة في الكود يعني اللي هو suggestions الحاجات recommended باستخدام مفتاح Tab فيه كمان وضع اسمه Turbo Mode وده بيتيح لكاسكيد إنه هو ينفذ الأوامر تلقائياً من غير ما المستخدم يأكد على هذا التنفيذ وبالتالي بيساعد فيه تبسيط عملية التطوير فيه كمان أيضاً الجزء الخاص بيستحبه الإفلات الصور مباشرةً في المحرر الجميل بقى في هذه الجزئية وده اللي عجبني وده اللي خلاني أطلع أتكلم عنه هو التحديث الخاص بيه نماذج الذكاء الاصطناعي اللي بقت موجودة وهو DeepSeek Version 3 موجود DeepSeek R1 و O3 Mini وجميناي 2.0 Flash فبالتالي انت تقدر ان انت تشتغل بأي من هذه النماذج فانت عندك خيارات كتير وتنوع كتير فاللي بيرتاح مع DeepSeek R1 هيكون موجود اللي بيرتاح مع Omini 3 Mini هيكون موجود اللي بيرتاح مع جميناي 2.0 Flash أيضاً هيكون موجود فهنا هو بيسهل عليك بشكل كبير جداً تقال إن باستخدام AI Code Editor الموضوع هيكون سهل ومش محتاج إن انت تكتب كود لكن أنا ما زلت شايفة من وجهة نظري إن الموضوع أحمق من كده وأكبر من كده أنا ممكن أعمل لاندينج بيجي بسيطة وأبتدي أعمل لها هوست مثلاً على أي حاجة أونلاين مجانية أو إن أعمل لها هوست على أي من مواقع هوستنج حاجات بسيطة جداً ممكن أنا أعملها ولكن أنا شايفة إن الموضوع زي ما قلت لكم وموضوع البروجرامنج ده أعمق من كده وأكبر من كده ما هذه الأدوات الزكاة الاصطناعة إلا هي أدوات مساعدة أتساعدك على إنك تساهل عملية الورك فلو بتاع الأكواد والعملية تكون أسهل والكود اللي كنت بتوعظ فيه فترة طويلة تكتبه الأخطاء اللي كانت بترتكب غصباً عنك وأنت شغال في كتابة الكود الحاجات دي كلها دلوقتي أصبح الـ AI Code Assistant بيساعد بشكل كبير جداً في هذه الجزئية عشان يخلي الموضوع أسهل عليك تعال نشوف استخدام WinServe Wave 3 داخل الـ Virtual Studio Code ونشوف إزاي ممكن هو يساعد في كتابة الكود كل عليك إن أنت حتروح تحمل الـ WinServe وتبتدي إن أنت تسبته عندك على الجهاز وتفتحه من خلال الـ Virtual Studio Code يلا بينا نجربه بشكل عملي ونشوف النماذج الجديدة ونقارن ما بينها باستخدام كود موحد إحنا هنخليه اكتبه ونشوف النتائج بتاعته عاملة إزاي يلا بينا حبتدي أروح أفتح WinServe وهاختار الـ WorkSpaces بتاعتي هي الـ Open Folder علشان أفتح Folder فيه Folder أنا عملته اسمه Taste 1 Select Folder حاجي من هنا حبتدي إن أنا دوس New File وindex.html وبعد كده حتدي أروح للـ Icon اللي هي Open Cascade شات ويس كاسكيد هنا تقدر تشات وتطلب منه يديك الكود اللي انت عايزه وزي ما قلتلك فيه جزء اسمه MCB ده فيتشار موجودة في Wave 3 تقدر إنك إنت يعني لو متخصصة إن انت تعمل ربط بأي سيرفر تاني تقدر إن انت تربطه من هنا الجزء ده أنا مش متخصصة فيه فمش هتكلم عنه في الجزء المتعلق به الـ Image تقدر إن انت تعمل insert لأي سورة ترفع أي سورة تعملها insert أو drag and drop فيه كمان الجزء بقى إحنا هنركز عليه النهاردة وهو استخدام ذكاء الاصطناعي اللي انت عايز تعمل به الكود بتاعك هنا انت عندك Gemini 2.0 Flash عندك Cloud 3.5 Sonnet عندك GBT4O عندك Deep Seek Version 3 و R1 و S3 مني عندك Medium Reasoning اللي هو Level 2 موجود أنا هنا هختار جيمين 2.0 Flash وحبتدي أطلب منه وهقول له generate a modern personal portfolio أعمل لي personal portfolio website في سكشن العلاقة بـ About Me وسكشن تاني في Gallery في البروجيكس أو المشاريع We Contact Form هنا هبتدي أقول له في الآخر Put all quotes together in text file أو in single text file وهنا هدوز enter ونشوف هيعمل إيه هنا بيبتدي create single HTML file سيبتدي أنه هو يعمل إمبت بقى ال style javascript codes زي ما انتو شايفين السرعة رائعة جدا نحن اختارنا Gemini 2.0 Flash بعد كده هبتدي أدوس insert لما هعمل insert هيعمل insert فين هنعمل insert في الindex.html لازم الأول أروح أعمل Ctrl S أبتدي أسيف بعد كده منطقة البساطة هتروح تعمل run وrun وزاوي debugging ممكن تختار الكروم تعال نفتح ونشوف شكل الportfolio website ما يدعمل إزاي ده شكل الportfolio website زي ما احنا شايفين كل طلبته أعمله section في عن about me ده جزء كده المفروض انت مين تعرف عن نفسك هنا project project one project two وطبعا انت المفروض انك انت تضيف الحاجات دي كلها لو انت عندك لينك للمشاريع تبتدي ان انت تحط اللينكات دي وتطلب انه يعمل لها insert بحيث انه اللي يضغط هنا هيروح على المشروع الاول او المشروع التاني دي يبارة عن contact for بشكل عام انا هبتدي ارجع اجربه معه نموذج تاني واشوف الشكل هيكون عامل وهنا about me نزلك على about me projects حيبوضيك على section الخاص بال project contact هيبقى موجود جزء بتاع contact لو زي form صغيرة كده في الاخر حبتدي هنا اروح مرة تانية حاشيل كل الكود عملت له delete الموجود في ال index وحبتدي هنا استخدم نفس الامر بتاعي طبعا انا هنا في يعني انا بستخدم اللي هي الخطة المجانية طبعا هي محدودة اكيد ولاحظ ان انت كل حاجة بتشتغل بها ففيه credits معينة بتستخدمها ابتدي المرازي اروح اعمل start a new conversation من هنا plus وابتدي ادي له نفس الامر put all codes in one text file وهنا حبتدي اختار deep seek r1 نجرب deep seek r1 window send reasoning model فبياخد وقت لحد ما بيفكر زي ما انتو شايفين انت ما بتعملش اي حاجة الكود بيتم انشاؤه وانت بتعمله insert في text file زي ما احنا شايفين خلصت كتابة الكود وهنا بيقولك ازاي كمان تستخدمه انا حبتدي هنا اروح اعمل الكود insert هينزل معي هروح اعمل file save او control s وابتدي اروح اعمل run هنا ده شكل ان انا اطلب منه تعديلات كتير قوي تعالوا نشوف نموذج زكاء اصطناعي اخر اعمل start a new conversation وهنا هبتدي اعمل delete تماما ليه الكود وهاختار المرة دي او ثري ميني احط لب انه نفس الطلب وهدو send سريع جدا زي ما احنا شايفين انتهى من الكود هبتدي اعمل insert control s وابتدي اروح اعمل run حين المرة دي انا فتحته بالlife server زي ما احنا شايفين my portfolio minimalist personal portfolio website تقدر تخليه اخد width او العرض تقدر تتحكم في الجزء ده كله ولكن انا شايفة انه هو منظم اكتر project one two three four ده projects بشكل عام contact me شايفة ايضا هنا الصفحة اللي تم انشاءها او الweb page جيدة about me حروح لabout me project حروح لproject contact حروح لي contact زي ما احنا شايفين تعالى نشوف cloud sonnet 3.5 الكلام علشان الوقت واخترت المرة دي 3.5 sonnet وبنفس الامر وولد لي code وعملت له apply وابتدي ادوس right click وابتدي ان انا افتح فيه 5 server live server ده اسمه 5 server ده شكل الportfolio website hello i am تحط هنا اسمك وي about me والسكيلز صبعا الحاجات دي كله انت بتضيفها project one two three مش بطل الى حد كبير طبعا انت تقدر تعمل اي اد على الكود براحتك تكتب جدا باللغة العادية natural language وهو يبتدي ان هو ينفذ لك الكود انا وجهة نظري شايفة ان flash 2.0 ممتاز جدا يليه cloud sonic بعد كده او three mini او three mini كمان جيد جدا يعني برضو هو cloud sonic الاثنين مع بعض في عندك بقى دي بسيك اروان لا يعني مش جيد قوي في موضوع الكود ولكن او بمعنى اصلاح بالاش نقول مش جيد في التنفيذ كما كلهم نفذوا ولكن هنا لازم قاعد اعمل تعديل حاجات معينة عايزة ازبطها يعني مش من اول مرة حدينك حاجة اللي انا عايز ايها هنا تقدر ان انت بقى تعمل اي اضافة انت عايزها ممكن ان ان ترفع صورة او ممكن ان انت تطلب تاخد معينة وتقول له انا عايزك تنفذي زي الصورة دي تبتدي ان انت هنا ترفع الامج اللي انت عايزه وتبتدي ان انت تشات عن امج ده تقول لاذي اما عايز تعمل اه تحط او تحول الصورة او كود او لو انت عايز جوزئية معينة تعملها بتكون بنفس الشكل الموجود في الجوزئ اللي انت خانته من الموقع قلتلك انت تقدر تعمل التعديلات اللي انت عايزها عايز تغير لون بتاع الفوتر بتاع الجزء بتاع الهيدر بتاع البطي تقدر تعمل كل هذا الكلام وده كان بالنسبة لي وتجربة سريعة بسيطة لمستخدم عايز يعمل حاجات بسيطة جدا باستخدام الكود من غير ما يكتب كود اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو النهاردة على قناة انفو تكفر يومي نحاول نقدم لكم كل جديد وكل مفيد زي ما بقولك في نهاية كل الفيديو تنساش يعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل على كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشيروا كومنت دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته